سعادة وزيرة السياحة هذه الزيارة تأتي لتوطيد التعاون الوثيق في المجال السياحي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة أثناء هذه الزيارة تلاقينا مع عدد من الجهات الحكومية المعنية في القطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية على رأسها وزارة السياحة وأيضا صندوق التنمية السياحي وكذلك هيئة الترفيه العامة أثناء الاجتماعات واللقاءات تكلمنا في أمور كثيرة وبحثنا أمور كثيرة كيف ممكن أن نحقق المزيد من المكتسبات للقطاع السياحي البحريني والسعودي على حد سواء وكيف ممكن أن يكون في عملية تكاملية بين هذين القطاعين الأمور اللي بحثنا فيها هي إطلاق منتجات وباقات سياحية مشتركة وأيضا تشجيع الاستثمار في السياحة ومنح المزيد من التسهيرات للتبادل السياحي المشترك فضلا عن الشراكة بالترويج للفعاليات والترويج للمملكة العربية السعودية ومن ركتر بحرين كوجهة سياحية واحدة طبعا تطرقنا أيضا إلى وضع آلية نتمكن من خلالها بتبادل الخبارات والتجارب في مجال تنمية القطاع السياحي بالمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية نعم سعادة الوزيرة ولكن لو تحدثين أكثر عن نتائج التعافي السياحي والتي أكدتها الأرقام نتيجة السياسات والاستراتيجيات طبعا نتائج التعافي السياحي أو الإحصائيات المتحلقة فيها كانت جدا مبشرة وإيجابية لنا في وزارة السياحة ولجركاءنا كذلك في القطاع السياحي الخاص نحن نتكلم عن ارتفاع عدد السياح للمملكة في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 38% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته والرقم الأهم هو أن نسبة تعافي القطاع السياحي أوصلت إلى 82% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة اللي هي عام 2019 هذه الإحصائيات تبرهن أن البحرين تصير في الاتجاه الصحيح اتجاه التعافي الكامل للقطاع السياحي واستعادة الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وأيضا خلق فرص العمل المجزية للمواطنين وهي في الوقت ذاته تعكس ثمار جهود هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الترويج للقطاع السياحي إقليميا ودوليا من خلال مشاركاتها في العديد من الفاعليات تتصلها خلال الفترة الماضية سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصرفي وزيرة السياحة كنت معنا من الرياض عبر الهاتف شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر